حين تتحدث مليشيات إرهابية عن منطق الربح والخسارة فهي تتحدث من منطلقات وطبيعة كيانها فالربح في فكر الحوثيين يتمثل في إطالة أمد الصراع والحرب خدمة لأجنداتها وطبيعة مهمتها في المنطقة وهي علة وجودها أصلا والخسارة في منطقها هي وجود السلام مهما كانت طبيعته وهنا تتجسد العبثية في تقدير المجتمع الدولي الذي يحاول من خلال ما بات يعرف بالهدنة وطاولات التفاوض سلاما ويكون الأمر أكثر وضوحا حين نتابع بموضوعية منهج التعامل ومسار التفاوض في كل مراحل ومحاولات السلام في اليمن المليشيات الحوثية قبلت بالهدنة في مرحلة من مراحلها خداعا وتفاديا للضغط الدولي والمحلي لكنها كانت تستغلها في تنظيم صفوفها ورفض معسكراتها وجبهتها بالمال والسلاح من خلال التهريب والنهب تحت غطاء الهدنة وسرعان ما تتعمد خرقها في أكثر من مرة تجسيدا لفكرة الربح والخسارة في منطقها المليشيوية وبذات الأسباب وبنفس المنطق تتعامل أذرعها وحلفاؤها في المنطقة عموما وفي اليمن خصوصا مع لعبة السلام ومنهج التفاوض فالسلام خسارة في منطق الإرهابيين لأنه ببساطة يقطع الطريق أمام وسيلة العيش ومبرر الوجود والمتمثل في القتل والعنف والحرب والدمار قبل أشهر كان العصيان الشعبي يهدد الحوثيين في مناطق سيطرتهم وخرجت الأصوات الرافضة على وسائل التواصل الاجتماعي فخرقت المليشيات هدنة السلام في مناطق التماس تغطية على الغليان الداخلي والخارجي عن السيطرة وانتهجت سياسة القتل والخط والتعذيب وهي طرق تتعارط تماما مع تكريس السلام والهدنة لن يتأتى السلام إذن في اليمن من خلال التفاوض والهدنة والوساطة الأممية بل هي مجرد فرص تستغلها المليشيات لصالحها كلما احتاجت لذلك